نشاط مكثف للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أسبوع على المستويين المحلي والدولي حيث استهل الرئيس بداية الأسبوع بلقاء عادل العسوم رئيس البرلمان العربي وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل للبرلمان العربي باعتباره من برن يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيراء البترول والتموين وعدد من المسؤولين وجه الرئيس السيسي بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر كما وجه بضمان حوكمة آداء منظومة المخابز من خلال ميكانة دورة العمل بها كما التقى الرئيس السيسي هذا الأسبوع رئيس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وعددا من الوزراء ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بمراعاة مبدأ توفير كافة عوامل النجاح للمشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر كنهج ثابت لجميع المشروعات والمبادرات التي تنفذها الدولة وخلال استقباله السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القرية الأفريقية أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لأنشطة وعمل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القرية الأفريقية التي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القري وخلال زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية التق الرئيس السيسي ملك الأردن عبدالله الثاني وعقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين حيث أكد الرئيس السيسي استمرار مصر في مساعيها الدقوبة تجاه القضية الفلسطينية لكونها من ثوابت السياسة المصرية وأكد الرئيس السيسي على ما يجمع الشعبين المصري والأردني من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد ومعربا عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الأردن في جميع المجالات وفي ثاني أيام زيارته إلى الأردن التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاوينة حيث تم استعراض مجمل العلاقات الثنائية وخاصات التجارية بالإضافة إلى التعاون على المستوى الصحي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا كذلك عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع ملك الأردن الذي عبر عن ترحيب المملكة بزيارة الرئيس السيسي ومشيدا بدور الرئيس السيسي في تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات والأزمات الراهنة وعقب انتهاء الزيارة عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد ختام زيارته الرسمية التي استمرت لمدة يومين الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ نظيره الرئيس الأغندي يوري موسيفيني بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة معربا عن تطلعه للعمل معه خلال الأعوام المقبلة وخلال اجتماعه مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية وعدد من المسؤولين وجه الرئيس السيسي بأهمية أن يصبح المشروع القومي مستقبل مصر قيمة مضافة لسلسلة المشروعات القومية في مجال الانتاج الزراعي والغذاء واستطلاح الأراضي وفي كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها قال الرئيس السيسي إن الاقتصاد المصري نجح في التعامل مع التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة كورونا بشكل يتسم بالمرونة وبما حافظ على قدرة الاقتصاد على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة كوفيد-19 فقد نجح الاقتصاد المصري في التعامل معها بشكل اتسم بالبنودة بما حافظ على قدرته على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات الرئيس سيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية وعدد من المسؤولين حيث وجه بأن تكون المنشآت الجديدة لوزارة الداخلية بمثابة مراكز ومجمعات متكاملة تضم أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين ومراعاة اختيار مواقعها على نحو يحقق معايير الأمن وسهولة حركة المواطنين إليها كما اجتمع الرئيس سيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء التخطيط والتنمية والبترول والمالية والآثار والثقافة والبيئة لبحث جهود تطوير القطاع البيئي على مستوى الجمهورية ووجه الرئيس سيسي خلال اللقاء بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية خاصة ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي ترجمة نانسي قنقر